بصلي الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ومتابعين ومتابعاتي شونكم ومخباركم إن شاء الله كلكم خير وصحة وعافية ربي لأول مرة يزورون قناتي وعجبتهم أتمنى يشتركون بيها يفعلون خاصية الجرس يضغطون على لايك وانطيهم قلب آني وكون ممنونة منكم شوفون يا حباري بقلب الغاليات هذا اللحم بعد ما الحمس خلت علي البامية وبديت يعني هي شي أخذ خليتها حق تقريبا أقل من عشر دقائق وجبت عليها عصير المية الطماطة من المجمدة مطلعة طماطة المحلية وعصرتها وخليتها بعد ما ذوابتها من الثلج وخليتها فوق البامية شوفوها السعاد راح أخلي عليها معجون معجون خاشوقة شبيرة خليت طبعا ونص خاشوقة هم خليت بس راحت بالقطع شوفو متابعين متابعاتي وهذه رشة ملح لأنني خليت ملح على اللحم وهذه همن رشة شكر على مودة شكر يسوي يعني تخفف الحموضة مثل الطماطة المحلية هسا عاد أشيل بهذا الجدرية الصغيرة مرق اللي ما ياكل شسمه ما ياكل بيها ثوم وخليت ثوم بجدريتات شبيرة لنا راح تقولون ليش رجعتي على هاي جدرية تطبخين بيها متابعات ومتابعين حبايب قلبي هذا الجدرية يعني مقدر بدونها يعني ترى بس للتصوير آني أطبخ بهذني شمالات أنا طبخ بهذه يعني متعودة عليها مرتة تمن هذي شبس من قد أسوي مرق بيها مثلا يعني إذا ولادي كلهم بالبيت يعني موجودين وعندي أحفادي أسوي بيها بدي شيء يعني خافري بدون ثريد شوية أكبر من هذي وإذا ما ماكو بس إحنا لا أسوي مثل هذه مرتة وردة جوري مرتة المرق شوفوا متابعيني متابعاتي هسا راح أطف في الطباخ هذا خليتها على الطباخ الكهربائي رجعتها تعني سوي تمن بمكانها والله عاد جتهم أماني تكمل التمن هسا راح تشيله وتخليه على بليته شوفوا المتابعيني متابعاتي وتغطيه وتخليه تايت هدى على كيفه التمن تعرف العاد إحنا لازم نهدى التمن وهذا المرق تا شوف يحتاج مليح يحتاج شكر شوف ش يحتاج أو يفلو بس مدري الصورة من أسول في يعني كل شوية توقف مدري يعني هل هي يمي بس تقف مدري أمكم هم هنا صار الغداء وبديت أصب الغداء آني شوفوا متابعيني متابعاتي طبعا بس ساعة تنتين بالليل يعني خلصت صلاة القيامة الليل والوتر وقلت خليه أمان تجيلكم هذا الفيديو ما دام عين نزلتوا على كواي خلو نزلكم مياه همينا شوفوا متابعيني متابعاتي هذا ابني حبيب قلبي أبو أماني غالري ثريد وأبو يونس يمنى همينا ابني تشبير أثير يمنى قلت له ظلم سيابامي وظل يمنى هو وبتبتة مريضين خطية كلهم هما وامهم الجهال عادي نجا ويمي تغدى وبتبتة وأثير وهذا عدا أني بديت أصب الغد لنا لي والولادي والمؤماني وأحفادي الله يحفظهم لي ولا يحرمني منهم يا ربي يحفظ ولادكم وأخوانكم وكل غالعتكم حبايب قلبي وأقول لكم شكرا جزيلا لتعليقات الحلوة شكرا جزيلا على دعم المستمر القناتي وأقول ألف حلب المشتركين من المشتركات الجدد نورت قناتي وهي منور بالأعتيجات والوسطانيات حبيبات قلب الغاليات راح أخلي لكم رابط الانستغرام بصندق الوصف وهم ويا رابط الكاواي هم بصندق الوصف متابعين ومتابعاتي اللي يحب يجي علي على كواي يشوف الرابط موجود بصندق الوصف واللي يحب يتابعني على الانسته أو يراسني هم يلقى الرابط بصندق الوصف أخافة ديوم أنسى وما أذكر فآني دائما تشوفون في صندوق الوصف الروابط مخليتهن متابعين متابعاتي هذا كان غدانا والله العظيم كان جدا طيب تمانيتكم ويانا والله وسهمكم ألف عافية إلى هنا أشوفكم فيديو جديد آخر متابعين متابعاتي حبايب قلبي أقولكم مع ألف سلامة